تصريح آخر لوهابي معاصر الشيخ أحمود التواجري له كتاب والكتاب مطبوع عنوانه الاحتجاج بالأثر على من أنكر المهدية المنتظر هذا الكتاب له قصة ألفه ردا على أحد مشايخهم أيضا ويدعى عبد الله بن زيد بن محمود الذي جاء وأنكر المهدية المنتظر عليه السلام فهذا ألف هذه الرسالة وألف هذا الكتاب ردا عليه اللطيف أين أن هذا الكتاب قبل طبعه عرض على إمام الوهابية في عصره وهو ابن باز فقرضه ومدح هذا الكتاب ومؤلفه ففي بداية الكتاب في الصفحة الثالثة نقرأ تقريض ابن باز فيقول فيه أما بعد فقد اطلعت على ما كتبه صاحب الفضيلة العلامة الشيخ حمود بن عبد الله تواجري في الرد على الشيخ عبد الله بن زيد بن محمود فيما زعمه من عدم صحة أحاديث المهدي المنتظر وأنها موضوعة بل خرافة لا أصل لها فألفيته قد أجاد وأفاد وأوضح أحوال الأحاديث المروية في ذلك عند أهل العلم وبين صحيحها من حسنها من سقيمها ونقل من كلام العلماء في ذلك ما يشفي ويكفي ويدل على بطلان ما زعمه الشيخ عبد الله بن محمود ولقد تأملت ما ورد في هذا الباب من الأحاديث فاتضح لي صحة كثير منها كما بيّن ذلك العلماء الموثوق بعلمهم ودرايتهم كأبي داود والترمذي والخطابي ومحمد بن الحسين الآبري وشيخ الإسلام بن تيمية والعلامة بن القيم والشوكاني وغيرهم رحمهم الله كما هو يقول وأنا أقول لعنهم الله لأنهم أضلوا هذه الأمة في جوانب أخرى يقول وقد نقل الشيخ حمود كلام هؤلاء وغيرهم مما يدل على ثبوت خروج المهدي المنتظر الهاشمي إلى يمضي فيقول في الصفحة 26 الآن القائل من صاحب الكتاب اللي هو حمود تواجري ردا على عبد الله بن زيت يقول وأما قوله في الصفحة الثالثة وإن فكرة المهدية ليست في أصلها من عقائد أهل السنة القدماء فلم يقع لها ذكر بين الصحابة في القرن الأول ولا بين التابعين فجوابه من وجوه إنه ذاك الدعش قال هذه العقيدة عقيدة متأخرة صحيح بعض من هم منا أهل السنة على تعبيره آمنوا بها لكن ذو المتأخرين لو فتشنا رجعنا إلى الوراء فالقدماء منا ما كانوا يحملون هذه العقيدة يعني من يسميهم الصحابة والتابعين ما كان عندهم هذه العقيدة يقول فجوابه جواب هذه الشبهة من وجوه أحدها أن يقال إن خروج المهدي في آخر الزمان من أمور الغيب التي أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وآله وليس ذلك مجرد فكرة كما زعم ذلك ابن محمود تقليدا لأحمد أمين لأنه أحمد أمين أيضا صاحب فجر الإسلام وضحى الإسلام السلسلة الشهيرة هذا أيضا ذهب إلى إنكار المهدي عليه السلام وكلهم ترى يبنون على ما قاله ابن خلدون يعني ابن خلدون تقريبا هو أول وأشهر من فتح هذا الباب أو أشهر من فتح هذا الباب باب إنكار المهدي عليه السلام من رأس وهؤلاء جاءوا تبعا له واقتفوا أثره فأحمد أمين هو من جملة هؤلاء وجاء تبعا له هذا عبد الله بن زيد يقول إن خروج المهدي في آخر الزمان من أمور الغيب التي أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وآله وليس ذلك مجرد فكرة كما زعم ذلك ابن محمود تقليدا لأحمد أمين فإن الأمور الغيبية لا تدرك بالأفكار وإنما تعلم بخبر الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهواء إن هو إلا وحي يوحى وإذا علم هذا فالإيمان بخروج المهدي في آخر الزمان داخل في ضمن الإيمان بأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله ومن لم يؤمن بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله من أنباء الغيب فلا شك أنه لم يحقق الشهادة بالرسالة يعني إذن حمود التواجري وبمصادقة ابن باز وكبار جهابذة وعلماء أهل الخلاف كلهم يحكمون حكما باتا بكفر من أنكر المهدي شوفش قد مسألة خطيرة وكم هي هذه الأمة غائبة عن هذه المسألة الآن سواد المسلمين عموم المسلمين لا يؤمنون بالمهدي وليعرفون أصلا ويستهزون احتمال ويعتبرون من الخرافات هذا يقدح في صحة إسلامكم إذا لم تؤمنوا بالمهدي فإذا لم تؤمنوا بأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله لأنه ثابت ثابت ما حد يقدر يشكك في أن محمدا صلى الله عليه وآله نطق بالمهدي وبشر به فإذا لابد أن تؤمنوا هذا هو الوجه الأول في رده الوجه الثاني يقول أن يقال إن العقائد الصحيحة إنما تأخذ من الكتاب والسنة فكل ما جاء في الكتاب والسنة من أنباء الغيوب الماضية والآتية فالإيمان به واجب وهو من عقائد أهل السنة ومن ذلك الإيمان بخروج المهدي في آخر الزمان لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله أنه أخبر بخروجه فمن لم يؤمن بخروجه فهو مخالف لعقيدة أهل السنة والجماعة شاء أم أبا كلام واضح بعد كلام أوضح من الوضوح من خالف ولم يؤمن بالمهدي المنتظر عليه السلام ليس من أهل السنة خارج عن أهل السنة والجماعة واعتقاداتهم شاء أم أبا